بالجزء الثاني من حلقتي مع عائشة حكينا عن كل الإيجابيات والسلبيات بالحياة بألمانيا كيف هي قدرت تتغلب على كل الصعوبات اللي واجهتها وتحقق كمان إنجازات قليل إن الناس اللي قدرت تحققها بألمانيا بتمنى لكم استماع حلو وهلا خلينا نبلش شو كانت انطباعاتك شو الشيء الإيجابي والشيء السلبي اللي فاجأ عائشة بهذاك الوقت بألمانيا هلا أنا بما أنه موضوع الغربة وفكرة الغربة هي مو غريبة أنا بعرفها يعني لكن بالبداية أجيد كان كل شغف وحماس كان عندي طاقة رهيبة عن جد رغم كل المصايب كان عندي كتير طاقة رهيبة إني أعمل شيء فأنا من اللحظة اللي عرفت فيها أنه بدي سافر على ألمانيا مو من وقت ما وصلت على ألمانيا من اللحظة اللي بعرف فيها أنه أنا خلص هلأ يعني الهدف تبعي ألمانيا بلشت بتعلم اللغة الألمانية من أنا وبتركية فأنا وصلت على ألمانيا عندي كتير فكرة قوية عني عندي فكرة منيحة عن اللغة الألمانية وصلت متل ما بيقولك بدي كسر كل شي بدي كسر كل حوارز بدي خلال سنة اني انا خلص فتعة الجامعة يعني بدي خلص بدي اعمل بدي اعمل انجازي يعني انا جاي لهون انجازي وبس يعني مو شايفة شي قدام لكن اكتشفت ان هون كل شي بيصير عالبطيء البطيء جدا هون اذا الواحد ضيعته بدي اقدم ورا اذا الواحد بده يتزوج بده يقدم ستين ورا اذا الواحد بيمرض فحتى يعني بده كتير يتحلى بالصبر وما يموت عالسريعي بده شوي يصبر عالحال انا فيني بس اقول انه الكلام اللي عم تقوله صحيح مية بالمية لكل الناس اللي ما بتعيش بأرمانيا هوني وراق شغلة كتير مهمة والمعاملات يعني ما بعرفش الواحد قديش فيه يعبر نحنا عنا مثلا يعني احنا من سوريا نحنا عنا بسوريا هاي الحالات ما اللي موجودة يعني احنا نقدر نستوعبها كتير لانه عنا بتروح على المكتب او على المكان اللي بتاك تنهي فيه الورقة بتنهيه بنفس اليوم او تاني يوم هوني بتبعت اساسا ما بتروح انت على المكتب وانما بتبعت لهم رسالة وهن بعدين بقى يعني اذا احظك حلو بعد اسبوع ممكن تروح الشغلة ثلاث او اربع او خمس شهور الله اعلم شو بصير معك فهي الشغلة عن جد كتير بتأثر وشو الشغلات الايجابية عايشة اللي شفتيها بألمانيا الشغلة الايجابية اللي عن جد انام حبيتها وخليني اقول هاي يعني الرئيسية هلا انا وصلت على المانيا عملي 19 سنة يعني انا صغيرة فكان بوقتها نحنا عنا سبحان الله الوطن العربي العمر مقرون بكل شي بالزواج بالعلم بالولاد كل شي انت شو عمرك بيقولوا لك انت بأنواح مرحلة واضح انت عمرك 19 انت معناها هلا ها اول الجامعة انت رسالتك لا فيك تزوج لا فيك تعمل شي انت حطوك بقالب الجامعة انت عمرك 24 انت اذا بنت فانت هلا تزوجتي تخرجتي بلجتي هلا انت حامل بأول ولد فهنا حسب عمرك بيعطوك القالب تبعا هون مو هي فهون وقت كان يشوفوني انا قلانة اني انا فتت بالعشرين لسه ما فتت على الجامعة واحكي مع الالمان اللي حوالي قالهم انه انا بس يقولوا لي حائشة انت رزا علانة قالوا انا صرت عشرين لسه ما فتت جامعة قالوا لي يضحكوا علي قالك انت لستاتك صغيرة انت يا عنا لستاتك ولد صغير تماما ان هون حابب اضيف انه هاي المخاوف اللي الشخص بيحملها معه وبياخدها على بلد تاني ما بيعرفو بتأثر كتير بس هون الألمان يعني ابل ما اساسا ما يفوتوا على الجامعة بيكونوا خلصوا البكالوريا وبعدين يروحوا بيعملوا تدريب مهني اول او تاني والتدريب المهني بياخد احيان سنتين او ثلاث سنين وبعدين ممكن يفوتوا على الجامعة مو مو بالضرورة يعني فممكن يخلصوا من الجامعة وهنا نعمرهم خمسة وثنتين موالي ثلاثين سنة. فهون الفكرة تبع الفكرة تبع قديش عمرك? وعلى هوا عمرك انا بدي حدد لك مستواك الزهني ومستواك المادي وها الشغلات. هي كلها مختلفة تماما عن الشي اللي احنا ما نفكر فيه. طيب وقت شفتي انت هذا الشي وحسيتي انه انت عن جد هلا عندك الامكانية توصلي توصلي للشي اللي انت حابتي لهدفك. شو عملتي? كيف تعلمتي الالماني? شو الوسائل اللي عملتها انك توصلي لهدفك بس رعوات. الحقيقة انا غيرت كل مجالي. انا كان مجالي بتركيا الهندسة البراثية. مجالي علمي بحث. لكن هون بسبب انه صار عندي وقت كتير كبير. العملية اللغة اغطيت عندي فترة منيحة لانه كان شوي ظروفي شوي كانت صعبة. الاستقرارية او المعيشية لهالسبب انا طولت شوي باللغة. فبهذا الوقت انا بلشت اتعرف على عالم جديد. يلي هو عالم الديزاين او عالم التصميم. عالم التصوير. اصرت اتعلم كتير اكتشفت انه احنا عنا كنز عن جد بايدنا اللي هو كنز التعلم عن طريق الانترنت. فانت ببيتك ممكن تتعلم شغلات يمكن بالجامعة ما تتعلمها. ففيك تعمل جامعة صغيرة لحالك بالبيت. انا هذا اللي عملته. كنت دوام على اليوتيوب دوامت فترة كتير طويلة فتغيرت كل اهتمامات يا عامر. يعني صرت انا انتقلت من البنت المحطوطة بقالب علمي. يمكن هي ما بتحبه. ويمكن هي ملا مقتنعة حتى فيه. بس خلص نحطت بهذا القالب بشكل او باخر. خليني اقول شغلة بس صغيرة. عائشة بتدرس هلاء. ونحنا حنلقي ضوء شوي على هالقصة. ولكن عائشة كمان عندها شغف. هي اكتشفته خلال القاعدة تبعها بالبيت اثناء تعلم اللغة. وهو انه عائشة عندها قناة على اليوتيوب. بتقدم فيها كتير موضيع مهمة. وعندها كمان قناة على الانستغرام. وعندها متابعين ناح يعني هي معروفة على الانستغرام. يعني هي الشغلات اللي عملتهم كمان عشان انا حسيت انه عن طريقة هي الشغلات انه الشخص ما لازم الواحد يفكر بس بهدف معين وانما باكتر من هدف. لازم يحاول بقدر الامكان الاشياء اللي ممكن يقدر يعمل فيه شيء منيح يحاول تساويها. لو كانت ممكن تكون بعين الناس تانين غلط. مهم انه انا حاول الشي اللي انا بحبه. وانتي متل ما قالت انتي وصلتي لل لل للرغبة تبعاك للشي اللي انتي بتحبيه. انتي هوني حسيتي عن جد انه هذا الشي اللي انا عم بعمله هو الشي اللي حابة انا كمان اعمله. وبفدي اي شيء كرمال اني ساوي. مو متل الهندسة الوراثية. ولا شو رأيك. طبعا مية بالمية. هلا اشوف. هون نحنا نحطينا بقى بجدية. هون ازا بيفوت جامعة اي فرق لازم يكون واثقا مية بالمية منه. لازم يكون عن جد بحبه. ليش? هون انك تحمل مادة شيء مو سهل. حمل مادة ثلاث مرات انت برا الجامعة. فالشغلة فيها تحدي كتير كبير. لهيك هل عائشة فعلا كانت تكمل بالموضوع الهندسة الوراثية. فتطلعت انا لقيت انه تمانين بالمية من وقتي عم يروح عالديزاين وعالتصميم وعالتصوير. بعدين طلعت طبعا انا ليش ما بختص بهذا الشي? انا شي بحبه ليش لا اتركه وروح اعمل شي تاني بس لاني انا نحطيت بهذا القالب. ليش انا لحتى ما اعمل عن جد تفكير خارج الصندوق. وانا فعلا هذا اللي عملته امت من بالي تماما يعني انا صلي هلأ تقريبا هذا اول فصل اللي بالتصميم الاعلامي. لقبل سنة بس انا كنت لصاتني عن فكر بالهندسة الوراثية. بعدين طلعت لقيت حالي انا بجو تاني. انا بين الكاميرا. بين الكمبيوتر. بين رسماتي. بين قصصي. ليش رح حتى اروح انا اطلع من هالعالم وصير حب اتهرب من الدراسة لحتى اجيل عليه. ليش ما حتى اعمل هذا هو مكان دراسة. ليش ما يكون فعلا شي ببدع فيه. شي انا بعرف اذا فتت على الجامعة محا احمل المواد فيه. هرفعه. هابدع حتى فيه. هكون انا فيه عنصر مبدع. فانا شخصيا بميل كتير للعمل الابداعي. اللي هو انك انت تشتغل بفريق مبدع. تعمل افكار مبدعة. فانا بما انه عن طريق اعدتي بالبيت وتعلمي للغة وكانت هاي فترة ان كان محطة كل السوريين او كل الناس اللي اجوا على اوروبا كان عندنا هالمحطة بحياتهم. فترة انت عامل فيها سكون كامل بس عامل متل ما بقولوا بس عامل تركيزك كل اياتو على اللغة. فانت تجعنب حياتك الباقي كله صامت بس لغة انت. فهون انتو عندكم عن جد وقت كتير حلو انكم تكتشفوا نفسكم. انا اكتشفت نفسي بهذا الوقت. ونظمت وقتي على اساسه صح انا عندي كزا شغلة مثل ما انت قلت. انستجرام. اه يوتيوب. حتى انا بكتب. انا بكتب مع مدونات الجزيرة. اه عندي قلم يعني. حتى عم بكتب هالا رواية. فانا عم عم بكتب عم بعمل كزا شغلة بوقت واحد. لكن انا قدراني وفق بيناتهم. تنظيم الوقت هو كمان من احد الاجابيات اللي انا تعلمتها بالمانيا. حلو حلو يعني اه نحنا هون عن ضيفة متعددة المواهب مثل ما بيقولوا. وبتخيل انه كمان هي ضيفة الناشحة لانه اه الارقام احيانا ما بتعني شيء ولكن الارقام بعالم بعالم اليوتيوب بعالم الانستجرام بتعني. وانا بتخيل انه في عندها كتير متابعين بيهمون كمان يعرفوا شو عم تعمل عائشة وشو الشغلات اللي بتفكر في عائشة وشو الشغلات اللي ممكن نستفيدها من عائشة. ومشان هيك هي عندها كمان متابعين باعداد كبيرة. اه النقطة التانية اللي حابب انا اعرفها منك بما انه انت كنت يتعلمي اللغة و وعندك هدف وبنفس الوقت كمان حاولتي اتصقلي مواهبك مثل ما بيقولوا بشغلات تانية بحيث انه تعبي وقتك بشكل كامل وما يكون عندك اه وقت فراغ بحيث انه تعدي تفكري ب بافكار سلبية او او اللذي منه. فشو كان هدفك? عائشة شو عم تعمل هلأ? شو دراسة اللي عم تدرسه? وخبرينا. حاليا انا عم بتدرس تصنيم اعلامي. تصنيم الاعلامي هو فرع كتير جديد حتى جديد هون بالمانيا. يعني مو بس جديد علينا نحن كما سامع عربية. بالبداية حاولت رحت على طريق اللي هو الرافيك ديزاين او التصميم الجرافيكي او ما بعرف شو اسمه ان كان بالعربي مية بالمية. المهم لقيت انه الرافيك ديزاين او التصميم الجرافيك هو فرع كتير صغير. يعني محدود خلينا نقول. طب شو الاكبر منه شو الحاضنة تابعه هو الميديون ديزاين او التصميم الاعلامي. اللي هو بندرج تحته لجرافيك ديزاين. صر اتدور اعمل ابحاثي وين ممكن ادرس هذا الشيء. لقيت انه للأسف هاي الافتروع اغلب الجامعات اللي بتدرسها هي جامعات خاصة. يعني دك تدفع لانت تمويلك الخاص. يعني انت منك بتدفع. ما في الدولة ما بتدفع لك ياها. او حتى ما فيك تاخد قرط طلاق عليها. لكن لقيت جامعة وبالصدفة بمدينة ديسلدورف. هي الجامعة هي جامعة خاصة. لكن عنده برنامج اسمه دواليس شو يعني دواليس شتوديوم? يعني انتك تدرس بالجامعة زائد تدرب بشركة طول فترة دراستك. يعني انت عم دراستك ثلاث سنين ونصف. انت بتشتغل بشركة لمدة ثلاث سنين ونصف. بشكل نظامي بتشتغل معه. متدرب. او 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 مكان عنده. تمام? بس هن بيمولوك. يعني هن بيدفعولك للجامعة. يعني انت بهالحالة بتصير طالب عم تشتغل وعم تدرس. هي الفائدة يعني الفائدة هي من الموضوع مشتركة. انت بتتشتغلي للشركة والشركة بتدفعلك اجار اجار الجامعة تبعي. انا برأيي اهم نقطة لاي شخص بعيه بالمانيا. حابب يحقق اهدافه بالمانيا هي اللغة. انت شو بتقولي? طبعا اللغة هي حاجز. اساسي. يعني مو بس بالمانيا باي بلد بالعالم. انت طالما طلعت تخرج نطاق العربي. فلازم تعرف انه فيه لغة تانية قدامك. لازم تاخدها. تكون هنا مفتاح بايدك. حتى فعلا انت تقدر تعمل شي بالبلد الجديدة. يعني هدا الحاجز تعرضت له بتركيا. كسرته نوعا ما. الحمد لله. اجيت بعدين على المانيا كمان صار حاجز جديد. لغة جديدة. فحبيت اني فعلا اكسرها بوقت قياسي. او اكسرها بصح. يعني انه مو بس خلص صراحة مراحل. وانما عن جد انا اطقين. يعني كون عن جد مؤهلة اني ادرس بشكل اكاديمي باحد جامعات المانيا. فاللغة كتير مهمة. ولازم على فكرة كتير شغلة اساسية انا حسيتها. من اليوم اللي بتحط اجرك فيه بالبلد بتك تبلش. ما بتبلش بعد سنة او بعد بشهر. لانه سبحان الله الاذن البشرية ازا ما من اول ما بتتعودها إلا تفهم اللي اعم تسمعه بتصير بتسمعه متعد تفهم بعدا. ام جد. بتصير في اساسه براسك متلك حاجز. ما عاد ينكسر بسهولة. بتصير تكسر حاجز البراسك وبيك تكسر كمال حاجز اللي برا. فانتي هيك بتصير محبوس بشكلين يعني. الهيك من اليوم بتي تطع اجرك فيه بالألمانيا او باي بلد. انت تعرف انك حتروح عليها او حتى من اليوم اللي بتعرف انك انت حتروح عليها لهاي البلد او هيل بلد انت هتعمل فيها شيء من هذا اليوم لازم تبلش باللغة بلج بشكل عملي مو بس نحط خطط ونواية من الحكيم عن جد التبليج بشكل عملي دغري انا انسك وتعلم من اي مصدر وهلأ قديش في مصادر عامر يعني الموضوع مو بس صار محصور بكورس لغة انك انت تفوت على الكورس لا يوتيوب قدامك تطبيقات عن طريق الجوجل بلاي او المتاجر ما متاحة بشكل تطبيق مسلا انا تعلمت عليه اللغة الالمانية وقت كنت باستنبول ستخلص مستويات عليه مثل الالعاب بس انا عم بستفيد انا بلشت فك الخط رفتش نوع القصص والمشاريع اللي عايش حابة تعملهم بالمانيا كتير كتار ومن ضمن هدول المشاريع مشروع على اليوتيوب ومشروع على انستغرام عايش انتي بلشتي بتخيل على الانستغرام وعليوتيوب عن هي هون بالمانيا حبيتي بالاساس انتي حبيتي تشتغلي هاي الشغلة او تعمليها كهواية وتحاولي بس تعب بوقتك كين عندهم المشروعين وشو شو اللي استفدتي منهم وشو اللي حققتين خلالهم وشو اللي حابة تعمليه كمال لسه انا تقريبا فتحت قناتي على اليوتيوب من زمان تقريبا من الالفين وستاش بداية بصراحة كان الموضوع بالنسبة للي فقط هيك تعباية وقت عملي فيديوز دتي بهالقناة افكار كنت بما اني كنت متزوجة جديد فكنت بحب المطبخ كتير كنت فكنت اتفنن كتير بالمطبخ فكنت صور هالشغلات بصراحة ونزل صرت نزل وصفات بالبداية بعدين اكتشفت انه عالم يوتيوب عن جد حلو ممتع شغل بالمونتاج فقرة التصوير فقرة تسجيل الصوت كتير كانت تعمل هيك عندي متعة حسيت عندي قناة صغيرة لحالي بالبيت فهي الفكرة كتير كانت تسليني كتير كانت تعبيلي وقتي تشغلني والنتيجة كانت تطور شوي شوي يعني صرت انا افرق حالي بين فيديو والتاني هذا الشي خلاني اتعلق بالتصوير اتعلق بالمونتاج صرت تدور عبرامج مونتاج تعطيني تعطيني ميزات اكتر طلعلي نتائج جسة احلى صرت تقارن بين فيديوهات وفيديوهات غيري مثلا تعلمت المونتاج لحالي طبعا احبطت كتير اول فترة خصوصية وقت تشوف هالواجهة هاي لمعقدة تبعات البرنامج بس بعدين يعني الحمد لله شوي شوي اتقنت المونتاج صرت منتاج صرت اعمل فيديوهات اكتر حركات اكتر بالتصوير التفتت بعدين لاني يصير اعمل شغلات من يومياتي يعني تجارب مشتريات شغلات هذا بالنسبة لليوتيوب على الانستجرام انا ابدا ممنع الشاق الفيسبوك انا كتير بكره الفيسبوك بكره حتى طريقة عرضه فانا توجهت على الانستجرام لاني انا شخص كتير بصرية كتير بحب يعني بتغريني الصور الكلام ما كتير بيعنيلي او النصوص هاي الطويلة ما بقرأ بصراحة او البوستات هاي الطويلة غضب اني بكتب بس انا وقت بدي اقرأ بقرأ كتاب ما بقرأ بوست طويل على الفيسبوك مثلا فالانستجرام اعطاني الغزاني بصريا انك انت بتفتح على الاكاونت بطلع لك مثل هيك او بتفتح على الحساب بطلع لك هيك مثل استيديو استيديو صور هادي طريقة العرض اغرتني اني انا اعمل كمان فبلشت انا هون اشتغل على الموضوع البصري عندي ثقتنيت كاميرا وجبت الكاميرا اول ما اشتريتها ما حبيتها بالمرة مختلفة تماما عن الموبايل حتى طلعت هيك انا وين رحت انا صرفت مصرياتي لو وجبتي ان كان موبايل احداث كان احسن لي بعدين سبحان الله لما تعرفت على الكاميرا اكتر صارت ايدي ورجلي نظامي حتى موبايلي صار بس للتليفون هي صار بس احكي تليفون كاميرا موبايلي ابدا ما بستخدمها هون بقى بلشت اتوجه اكتر للفوتوشوب لبرنامج الفوتوشوب الديزاين صرت اهتم بعالم الالوان قديش فيه ربط ما بين الالوان ونفسية المتابع او نفسية الزبون صرت انا حاول ترجم زوجي بما انه صار عنده شركة عطور صرت انا اهتمله بكل شي ديزاينات هو عنده وكل شي تصميم الكرت مثلا كرت العمل تبعاته عملت له اياه اللوغو القصص الالوان صرت انا اختر له اياها وفعلا حتى الصور اللي كان يصورها للعطور والهاي انا دايما عم صورها فدائما دائما عماري بيجي دائما حكي انه انت مين بيصور لك صورات فهذا الشي كان يحسسني بالفخر صرت انا اتحدى نفسي اتعلم اسليب جديدة للتصوير حسابي على الانستجرام صرت اعرض فيها التجارب يعني صرت ساعد غيري بالشغلات اللي انا تعبت لوصلها صرت انا اوصلها للناس ببساطة اعطيانا الملخص المفيد الزبك ففعلا صرت الناس تمبسط طبعا نحن هلأ نحن نترك بالشو نوتس كمان من البودكاست الحسابات تبع عائشة كيف فيكن تتواصلوا معا وتشوفوا حساباتها على اليوتيوب وعلى انستجرام مشان لحتى تقدروا تكونوا صورة كاملة شو اللي بتعملوا عائشة على المنصات التواصل الاجتماعية طبعا والسوشال ميديا بتفتح لنا كتير افاق كبيرة تعرفت كتير عناس صار عندي كتير علاقات قوية تعرفت عكتير ناس مهمة وعن جد حتى صار عندي صداقات صارت تجيني حتى عروض يعني صرت اشتغلت اعلانات لشركات لمحلات اشتغلت بالتصوير لفترة طويلة صرت تصور بورتري أو صور شخصية صرت تصور اعراس رح تصورت اعراس لفترة طبعا بعدين تركت لانه انا شخص اكتشفت اني انا مبحب هذا اللون بالتصوير رغم اني ابداعت فيه الحمد لله كانت النتائج كتير مرضية لكن انا من الناس اللي بحب تصور الحياة الساكنة اكتر طبيعة وحياة ساكنة فالتركت رغم انه انا بلشت يلمع نجمي بموضوع التصوير وانا عفكة لحد الان بيجيني طلبات تصوير لناس يعني دائما برفض بلون انا تركت الترك كان فعلا انه انا ما لقيت حالي بهذا اللون فالتفتت على اللون الخاص فيني اللي هو تصوير الحياة الساكنة وطبعا هذا الشيء كله كان بألمانيا يعني ما كان بأي بلد تاني انتي علمتي حالك في حالك متلنا بيقولوا هون بهذا البلد بوقت فراغك وحاولتي تعملي الشيء اللي احسن شيء فيك تعمليه بوقت فراغك ومن هواية صار تقريبا لشغل يعني انتي من عن طريق هذا الشيء صرت تشتغلي ويجيك ويجيك يعروض عمل ومن هالشغلات هاي كلياتها ما فيني يقول الا شبون يعني رفعلك القبعة فبالنهاية يعني بتخيل انه ما في ما في اي حجة لا اي شخص ان كان بألمانيا او وينما ان كان انه نحاول يعمل اي شيء كرمال انه ما يكون عنده وقت فراغ يخليه يوصل لمرحلة يفكر فيه تفكير سيء باي شيء ان كان بس قبل ما ننهي الحلقة انا في ثلاث اسئلة بسألهم لكل ضيوفي ان كانوا عرب او المان اذا ما عندك شي حب ضيوفي للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه فممكن نبلش بس بديقون شغلة اخيرة انه الانسان مهما كان ظروفه شو مهما كان وضعه ما في شيء بيوقف بينه وبين حلمه صدقني غير نفسه هو هو الوحيد اللي بيوقف بينه وبين حلمه لا تعملوا شماعة تعلقوا عليها فشلكون او تسويفكن بصراحة انتو الوحيدين المسؤولين عن هالشي الناس اللي نجحوا ووصلوا تعبوا كتير ما صار هادالشي بصراحة بهكا به عصايا سحرية اجا ساحر وعملون فبدك تعمل شي بتحب هالشي فعلا بدك تعمله بتقدر تعمله ما قدرت تعمله انت ببساطة ما بتحبه او انت ببساطة ما بتستحقه يعني لنكون كتير صريحين بس اللي عنده حلم بيسعاله بيديه ورجليه ورب العالمين مستحيل يحط فينا رغبة ويزرع فينا رغبة اذا كنا ما حنوصل له اليوم تعلمت شغلات شديدة شكرا لألك معناها خلينا نضلش بالاسئلة ونفوت على السؤال الاول عائشة صوفي حالك بخمس صفات خمس صفات هلا انا شخص كتير ملولي بملة كتير بسرعة بهتم كتير بالتفاصيل لدرجة مميطة احيانا شخص بوقت بعمل شغلة بحب اعملها على الكامل يعني بحب اعملها بامثل طريقة وليطلع معي امثل نتيجة مسابرة او لحوحة يعني انا وقت بدي شغلة خلاص بدي جيبة بدي اعملها والصفة الاخيرة هو اني انا كتير شخص عنده جوه وتقوصه يعني انا كتير بقدس خصوصيتي وجوي تمام شكرا كتير معناتها بنجي للسؤال الثاني عائشة شو بتحبي تقولي لعائشة اللي كان عمرها عشر سنين هلأ انتي عمرك 24 سنة خلين نرجع 14 سنة لورا وروح لعائشة اللي عمرها عشر سنين شو بتحبي تقول ليلى بتحبي تنصحي اشي بتحبي تقول ليلى شكرا بتحبي تقول ليلى اي اشي تحب الله انه انتي عانيتي كتير وخص وقت البك والزعر راح والله صار عن جد وقت اللي تعرفي تفرحي فيه تعرفي تفرحي تعرفي تلاقي السعادة انتي الماضي عن جد حطيه وراء ظهرك لاع تتذكري شي وبس شكرا شكرا عن جد من كل قلبي لانك وقفتي معي ولانك انتي اللي كنتي البذرة اللي طلعت هلأ عائشة اللي موجودة هلأ حلو كتير بنجي لاخر سؤال عائشة احلى اول باي لغة بغض النظار انتي سمعت تي وبتحسي انه هذا القول دائما بيخليك تتحمس يتعمل الشي اللي بدك يا وما توقفي عائشة احلى قول انتي سمعت تي اريت تي او انتي كتبتي بايدك يعني ما شغل ترجع لالك على هذه الارض ما يستحق الحياة لانه انا عشت هالشي واخر شي قبل ما نختم الحلقة حابب بقلك عائشة تخيلي هلأ معي انه انتي عندك الامكانية تبعتي رسالة لكل البشرية الرسالة اللي حوجها للبشرية هي انه لا تدوروا على السعادة بمكان كتير بعيد السعادة موجودة بداخلنا بتخيل انه هذا الشي بيخليني هلأ وصل لنهاية الحلقة وقلكن انه مثل ما قالت عائشة هلأ لا تدوروا على السعادة بقراني تانية دوروا السعادة بقلبكن لانه هي دائما موجودة جواتكم شكرا كتير عائشة شكرا للحديث معك وكان حديث كتير حلو لطيف وملهم وانا تعلمت شغلات كتير جديدة بتشكرك كتير وبتمنى منكم انه وبتمنى منكم ما تنسوا الاشتراك بالقناة بتمنى منكم ما تنسوا كمان تعطونا تقييم منيح اذا حابين انتو اي شي تخبروني فيه اذا انت عايش بالمانيا وعندك قصة حابب تقول للعالم وحابب تعطينا تعطينا لمحة عن حياتك وعن نجاحاتك او عن اي شي بتحسوا انت مختلف عن باقي الشغلات اللي بالحياة العالم عاشتها هنا بالمانيا فعربي الماني هي المنصة اللي بتدعيك بكل صدر رحب انك تحكينا قصدك وتخبرنا شو الشي اللي انت عندك مختلف عن باقي الناس الروابط كلها موجودة بالشرح تحت بالشو نوت على الانستغرام فيك تبعتلي او عن طريق الموقع او عن طريق الايميل بتمنى اتظلكم صحة وخير انا عامر ملا بلكون سلام دس فاس شون فيدا من دويتش اغابش بس بلد كان ماكن عامر في عربي الماني استنونا بالحلقات الجاية